يوم جمهوره ده كله يبقى في ظهره لأنه صدقوني من واقع الوسط الإعلامي نفسه حتى مقدمي أو عدد منهم من مقدم البرامج اللي غير أهلوية هم مضطرين يوقفوا قريب شوية من الأهلي ويحاولوا ينصفوا الأهلي اعتباراً لجمهور الأهلي كل اللي عايز منه من نسبة مشاهدة كل اللي عايز ياخد ثقة الجمهور كل اللي عايز ينجح بيحاول ينصف الأهلي تقديراً لجمهوره أو محاولاً لجذب ود جمهوره يوم ما هيشعروا أن جمهور الأهلي غضبان على الأهلي هيزكوا أو هيرموا الملحة على الجرح زي ما المهندس عادل بيقول تسوية لحساباتهم والشخصية وأهواءهم ومصالحهم اللي هيفرق في البصلة تتحرك كده أو كده عند عدد من البرامج فقط جمهور الأهلي جمهور الأهلي بحكم أنه هو القاعدة الشعبية الأكبر جمهور الأهلي الأكثر في المتابعة الأكثر تأثيراً في إنجاح أي برامج أو أي منصات هو جمهور الأهلي فطول ما هيبقى الجمهور الإحساس العام في الخلفية أنه جمهور غضبان هنمشيهم في السكة دي أول ما هيلاقوا جمهور الأهلي وقف جنب فرقته كل واحد هيرجع في حزبته أو ليه أنت عارف ممكن يجي يقول لك هو أنت مش عايز الجمهور كمان يزعل ويقول رأيه لا عايز الجمهور يزعل طبعا بس عايزه يشتغل بمبدأ المثل الرائع أدي على أبني وأكره هللي يقول أمين ما تديش فرصة لحد يشعر بغضبك على نادي الأهلي من خلال هو هو ليه عايزين نتصل لرأيين هو ليه عايز أنا عادل القيعي قال كذا كذا شفتوا بقى مش قلت لكم وهو كذا 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 إيه دي خرجت أنا منها بإيه وليه عايزها يعني إحنا ما نزعل ونكلم بعض وندل بعض تليفونات ونشتكي وابتاع ويوم ما نعاتب نعاتب بشكل الراقي المحب لا 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 ما كانش العشم يا جماعة مش والله العظيم ما مش عارف إيه ونبتدي نسحب الساقة ويتأهل من يستعق والله يتأهل من لا يستعق أيوا الأهلي ما كانش في أفضل حالاته ده مؤكد الشار الفات قال رأي لي الس оказ في افضل حالاته. اظن ما فيش نقد ذاتي اكتر من كده. انه الموان ساعد لي بقولكم ايوا الاهلي ما كانش في افضل حالاته. ليه ما كانش في افضل حالاته. بقالنا ساعة ونصف بنتكلم ليه الاهلي مش في افضل حالاته. بما فيها انتقاد مستوى مودست. وتوقيت الدفع به. يعني اللي هيستخدمه مودست. هو ده منصة الرجم للاهلي. لا. انا انا رأي ايه كان ايه لو سنينة شوية على ما يقف على بالزبط. يعني فبالتالي لما هتحسب مودست في خانة السلب. المنطقي والطبيعي تحسب بريدسليم تحسب برستاو تحسب قليو ديانج تحسب علي معلول. تحسب كل الناس دي. خلي بلد. تحسب كل الناس دي في خانة اللي جاء. كل الناس دي تهاجم وحتتهاجم. بالزبط. وحتتهاجم. ما فيش حد هيظل بهذا التقلق. فهو ده لعيب الكورة. ما هو لعيب الكورة بني ادب في الاخر. وهو على فاكرة كولر عشان كده. ما احنا مش كلنا بنبقى فافضل حالتنا كل يوم. الفريق يحتاج استعادة هدوءه. ويحتاج مارسل كولر ايضا بكل كفاءة. ويحتاج مرور الاهلي العدالته. يحتاج ان هو كمان يكون في اشد حالات التركيز زيه زي كل اللعيبة لان اللي جاي صعب. والثقة الكاملة في مارسل كولر وفي اللعيبة. بالتأكيد لما تجرب مدرب عبر موسم كامل السنة اللي فاتت. احقلك فيه كل البطولات. وتعمل افضل المستويات. مش بين يوم وليلة ولا فيه بطولة. طارقة عملت في شهر بالشكل المضغوط. تسحب منك ثقتك في فرقتك ومدربك. على فكرة. اه. الشيء الصح والشيء الغلط. اه. يأتي بعد انتهاء الحدث. اه طبعا. انت قبل الحدث بيبقى رؤية. ورهان على امر ما. وتكهن. اذا صحت. بتبقى صاح وعبقاري. اذا خيبت. بيبقى ما عملتش كده ليه. يعني دائما عندما لا يأتي الفوز. يبتدي. كل النقاط بما فيهم احنا. كان المفروض يحصل كذا. هو ليه ما عملش كذا. هو ليه تاخر في كذا. هو ليه سحب فلان وما سحبش فلان. طيب الطريقة دي كانت عايزة كذا. كل اللي ما تعملش. يبقى هو ليه كان المفروض يتعمل. لان اللي تعمل مجابش النتيجة. انت بتقيم بعد الحدث. اللي تعمل مجابش النتيجة. بالظبط. يبقى. بس وحنا بنعمل كده ونقول ايه. مش يمكن. مش معنى كده ان اقوله. انت مبتعرفش حاجة. لا. انت كده. لأ. طب ما هممكن نعمل كل اللي احنا بنقوله ده. وتلاقي النتيجة اسوأ. مش كده. مش ممكن لو عمل الحاجات دي. النتيجة تكون اسوأ. اذا هي المسألة مسألة. ان تجرب امرا لم يحدث. ولان ما ما جربته لم يحقق الاهداب بتاعته. تاني زي ضربة الجزاء. اذا تصدد ما شطاش النحن التانية ليه. طب ليه فلان يشوت. وفلان يشوت. ممكن يضيع. ممكن يجيب. دايما 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 الصح. عندما نتعقق الهدف هو ما لم تفعله. بس اللازم يتقل في اقتار ايه. الاحتمالية. مش ان انا ياللي ما بتفهمش. كان يجب تعمل واحد اين ثلاثة. وانت يا لعيبي ياللي مش عارف ايه. كان مفروض تعمل واحد اين ثلاثة. لا اه. كل واحد. هو انت لما بتيجي المسلا في السوداءات التحليل. وتعمل لك الظلال دي والاسهم دي والزاوية البعيدة ويجي وقول لك شوف كان عنده قرار. كان عنده قرار انه يلعبها هنا يلعبها هنا. اه وما عملش كده. ده كلبنا احنا بنتكلم بعد الماتش. واحنا قاعدين هاديين. احسن حاجة نعملها النهاردة ان نطبق الآله فوق الجميع.